إلى ذلك شن طيران التحالف العربي غارات مكثفة على تجمعات الميليشيات الحوثي والمخلوصالة في مناطق مديرية نهم الشرق صنعاء فيما تواصل قوات الشرعية استعادة مواقع في جبهتي الكتحة والمخة وعلى الحدود اليمنية السعودية قتل خمسون عنصر من المتمردين بينهم قيادي خلال صد القوات السعودية هجوما استهدف نقاطا عسكرية قبالة محافظة أطوال الحدودية استمرارا للانتصارات العسكرية بدعم من التحالف العربي تمكنت القوات الشرعية اليمنية من تطهير مواقع في جبهة الكتحة جنوب مديرية مقبن من براثن الانقلابيين بمحافظة تعز وذلك بعد بسط قوات الجيش الوطني سيطرته على قرية المسجاجة وتبة الخزان وجبل المقنع وجبل الحجب ونقطة الداشن خلال معارك عنف دارت رحاها منذ ليلة أمس في حين قصفت الميليشيا المتمركزة في سفتيل الأحياء الشرقية لمدينة تعز ردت عليها بالمقابل مدفعية الجيش الوطني في محور الزنوج وشارع الأربعين شمال المدينة المحاصرة كما استعاد الجيش اليمني مفريق حنش في منطقة كرش مواصلا هجماته على منطقة الشريجة التي قتل فيها سبعة من مسلحي الانقلاب طيران التحالف العربي شن 13 غارة جوية على تجمعات ومواقع المتمردين في مفرق قطبين وتبة رمادة سقط خلالها العشرات بين قتيل وجريح في صفوف الميليشيات بمديرية نهم شرق صنع إلى ذلك استهدف طيران التحالف العربي تعزيزات عسكرية للميليشيات بمفرق الوازعية ومنطقة العقمة بموزع ومعسكر خالد بمفرق المخى وقرب البرح غرب تعز وعلى الحدود اليمنية السعودية اندلعت مواجهات شرسة أثناء صد القوات السعودية بمساندة المدفعيات هجوما نفذه الانقلابيون في خمسة محاور قبال محافظة الطوال السعودية بمنطقة جازن حيث استدرجت القوات السعودية المهاجمين إلى محوار واحد ما أسفر عن مقتل خمسين عنصرا من الميليشيات بينهم قائد الهجوم